سلام خير هتكلم معاكم النهاردة عن افرق ازاي ما بين الحساسية عند القطط والفطريات عند القطط وازاي نعالج الفطريات اللي تيجي للقطط الحساسية هنلاقيها عبارة عن بقعة لنا احمر القط عمل يهرش فيها وما بتكبرش بتفضل زي ما هي سبتة في الحجم بتاعها وبالنسبة للفطريات هنلاقيها عبارة عن بقعة كل ميدة بتكبر وبتحمر والقطط بيقعد يهرش فيها جامد وتلاقيها توزاية في الجسم كله لدرجة انها ممكن الشعر كله يقع من جسم القطط كله وهتلاقيه شعره خف جدا وهعمل يهتقشرة اللونها ابيض حتى تيجي تعملها بدوفرة كده هتلاقيها ان هي عبارة عن قشرة بيضة زي اللي بتبقى في قشرة الراس عندنا احنا كبنادمين يعني طيب ازي نعليجها الثلاث كريمات اللي هقولوك عليها واحد بس اللي احنا نستعمله للقطط ده اللي هو متوفر قدامي في اي صيدلية تيونيكس وعندوكو نيزورال وكيتورال كيتورال بديل نيزورال هو طبعا يستحسن ان هو لو ان لو لقيت نيزورال يبقى احسن بكتير بس ده انا بتتكلم على اساس المتوفر قدامي للصيدلية عشان معادش الف ودوخ يعني على العلاج اه واميولانت ضروري جدا الاميولانت لازم يتاخد مع جرع الديدان اه هنقوم نعملها ازاي بقى هنجيب القط ونحلق له شعره خالص وهنقوم نحط له الكريم ده ندين له بيه جسمه كله وبعد كده مناعة القط التالى لما يكون الفطريات انتشار الجامد اوي اه حتى لو هي كمان حتى خفيفة برضو تترفع لازم مناعة القط اه بالاميولانت اللي قلتلكو عليه اه مدد خمساشر يوم مرة واحدة في اليوم رب اكون فتكو ويبعد عن اي قط عندنا بنربي وبنحبه اه اي حاجة وحشة ويبعد عنهم الامراض ربنا معاكم سلامة